موسيقى مساء الخير أعزائنا المشاهدين برنامج خيط وخير هو برنامج يعنى بالنساء العراقيات الذين يمتهنون موهبة الخياطة يمتهنون العمل يعني يمتهنون موهبة الخياطة من الخياطة يعينون العوائلهم اللي يحتاجون المساعدة بسبب انه ما يكون عندهم معين مثل الزوج او الاب ايضا البرنامج خصص بدايته كانت من الموصل من الموصل امتد خيط خيط العافية حتى يطرز جميع مدن ومحافظات العراق بخيوط الخير والعافية انتقلنا من الموصل وصلنا للبصرة ثم الى النجف وسامرة حتى وصلنا البغداد يوميا رح نستقبل مشروعين كل مشروع معيلة الوحيد هو امرأة ردنا نوقف وياها ونساعدها حتى تبدي هذا المشروع الاصغير اللي راح يساعدها حتى توقف على رجلها وتساعد اطفالها وعائلتها انه يكون لهم مستقبل مليء بالخير والبركة غرزة الخيط اليوم تبدي من عائلة ام ابراهيم من الموصل الاخت شيرين في منطقة الباب الجديد منطقة الباب الجديد حالتهم المادية كانت جيدة لكن بعد وفاة زوجها دهورت حالتهم المادية فاضطرها انها تشتغل بالخياطة حتى تقدر تعيل الاطفال اللي صاروا على عاتقها اللي لازم تربيلهم وتوفرهم احتياجاتهم ايضا هي تعمل كممرضة يعني ممرضة خارجية تضرب اوبار لكن الموضوع مدى يوفيو اياها مكينتها خربانا درجة انها كل ما تحاول تشتغل عليها تكهربها خلينا نتابع التقرير اللي اعدتنا لنا زميلة نور من الموصل شيري من عم أم إبراهيم وانو عشنا عايشين قبل الزين ومرتاحين يعني ما ببالي أخيط وأشتغل فبضلين ما نتوفى ظلي دقاعدة وبعدين قدخلي أخيط أحسلي وأعيني نفسي وولادي وعندي هالمكينة هالأشتغل بيها وما عم نشتغل بي يعني هم تنتني ما قدر أخيط بيها أخيط وأضرب أبارهم من كده يعني انتون أضربهم وأبار تجين يعني عالم كثير شي يعني تقولي لي خيط يا خيط يعني بس ما عندي يعني مش فد مشروع يعني شي يعني حتى أطور أزياد بعض شغلي وعلى طول يعني أتابع للشرقية وشفت البرنامج مالخيط وخير فصريت يعني أخبرهم يعني أقول لهم يعني ما يساعدوني يعني بهالمشروع هذا أتمنيت يعني سرعين دي يعني هم مشغل أكبر يعني أشتغل بي وأساعد نفسي يعني وأطفالي أربيهم يعني تربية زينة وكميت يعني ما أفتح لي يعني ما أشغل أخليهم يعني يدرسوني كملون أهلا وسهلا بيكم أعزائنا مشاهدي برنامج خيط وخير طبعا هسا إحنا بمنطقة باب جديد اللي هي تقع بمركز محافظة نيناء وحسا إحنا وصلنا لبيت أم إبراهيم حتى نبشرها أنه هي أحد المشاركات ببرنامج خيط وخير السلام عليكم السلام عليكم شكرا أنكم أبراهيم أخبارك الحمد لله بخير السلام عليكم شكرا أنكم اليوم الحمد لله بخير طبعا إحنا نعتذر لين إحنا جيناكم قبل الفطور وبوقت متأخر أبراهيم كنت تتوقعين أنه قناة الشرقية راح تزورك مرة ثانية يعني متوقع منها تزورني والقناة الشرقية صباقة للخير متوقع يعني الزورني تيجي علي واني الزورنا زين أم إبراهيم أنت تعرفين تخيطين؟ إيه أعرف أخيط قناة الشرقية راح تجهزك بمواد عبارة عن مشروع هو صغير للخياطة فراح يكون بداية تطل الطريق حتى تعيلين عائلتك والله يعني أشكر القناة الشرقية وعني على هاي المساعدة من عندهم الطيبة وأشكر الأستاذ سعد البزاز خسا نطلب من الشباب خلي تجيبوني المواد حتى تشوفها أم إبراهيم أم إبراهيم هسا خلي شوف المواد اللي جهزت تجياها قناة الشرقية طبعا هاي مكينة برادر وزيوته عبارة عن أقمشة كشمير وكوداري تعال إبراهيم إبراهيم أنت فرحان أنه هسا قناة الشرقية جهزت ماما بمكينة حتى تخيط وتعيلكم وسوي لك إلك هدوم؟ أنت فرحانة بهذا الموضوع يعني أنه باعتبار أنه قناة الشرقية راح جهزتك بالمواد وراح يكون هذا بداية طريق لك حتى أنت تعالين عائلتك وحتى يكون بداية حتى تكملين مشوارك بإعالة هاي العائلة اللي القدر خلاتك أنه أنت لازم تتكفلين بيها يعني فرحانة حير يعني بجاية الشرقية وخيرات أستاذ سعد البزاز وأشكره 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 عني كل الكادر كل عني القناة الشرقية زينوم إبراهيم شنو رأيك نبشرك ببشرة ثانية ونقول لك أنه قناة الشرقية خصصتليك راتب لمدة ثلاث أشهر وكل شهر ميتين وخمسين ألف دينار عراقي معناتها أنه ثلاثة شر راح تأخذين سبعمية وخمسين ألف دينار عراقي شنو رأيك بهاي المفاجأة الثانية؟ أشكرهم قناة الشرقية حيل 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 أشكرهم أعزائي المشاهدين نتمنى اليوم أن نكون تركنا فرحة صغيرة ببيت المبراهيم نتمنى لها الموفقية مع السلامة مبراهيم وننتقيكم بحلقة ثانية وعائلة جديدة من محافظة نينوى نستودعكم بالله مع السلامة إن شاء الله مشروع خير وبركة يكون على أم إبراهيم وعلى أولادها وقلها رمضان كريم أم إبراهيم علينا وعليكم إن شاء الله آمين أجمعين إن شاء الله شهر خير وبركة عليك وعلى أولادك الله يسمي سمع فيك بسلمين إبراهيم من التقرير اللي شفت يعني أنت عندش بس ولدي نعم نعم زينو أنت المعيل الوحيد لهم يعني خلنا نقول من بعد وفاة زوجك مبقى لكم أي أحث ثاني نعم نعم زينو هو شوكت توفي يعني صار لاش كم سنة طال ست سنين ست سنين الله يرحمه إن شاء الله وتكونين أنت الخير والبركة لأولادك إن شاء الله أم إبراهيم أم إبراهيم سؤال فيلي الخياطة بديتيها بعد وفاة زوجك لا ولا 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 بالخياطة عمثات عندي هواية أي شي بس بعد ما توفق قمت عادي أخيط يعني بعد ما توفق قمت فعلا تشتغلين بالخياطة قبل كانت هواية مجرد تحبين تسويا بس ما جنتي محتاجة تشتغلين نعم ما كنت محتاجتها والله نعم زينو مبراهيم المشروع اللي جاتش بديتي بي بدأت تطورات على المشروع سول فيلي الحمد لله والله بيبيت بي يعني خص مشروع خير الحمد لله زينو ش سوتي أول شي بالمشروع أول شي قمت يعني خيط في الدساليش وخيط في الولادي همين المهم سوتي لهم الشراشف لدخوة عمالتهم ماشاء الله حضرت لهم يعني شراشف وهدوم العيد كاملة حضرت لهم للعيد زينو ش سوتي لهم للعيد غير البجايم سوتي لهم أخصي لهم أولهم للعيد ها يعني أخذتهم وأنت خيطي لهم البجايم ايه خيط طلهم وخطرهم همين ما شاء الله الله يخلي لتياهم أم إبراهيم وإن شاء الله يعني مشروع تيكبر إن شاء الله ويصير عندك يعني نطمح أنه يكون عندك مشروع كامل فعلاً مشغل خياطة ايه والله زينو شنو أخبار المكينة لتكهرب زينو شنو أخبار المكينة لتكهرب الكهرب خلاتي والله يمهد صفحة زيني شو كانت تنتلت ها إذا أنت خليها دائماً على مودي يعني شنو تقولي لها باعي جتني وحدة أحسن منك ايه خلاتي يا ما خلاتيش عن مزقشة بحقي لان جتني وحدة أحسن منها ان شاء الله يا رب دايما حياتيش تكون مليانة بضحكتش الحلوة وبضحكت أولادش ان شاء الله تسلمين أم إبراهيم وانهم أشكرت أشكركم وانهم أشكرت زينة أم إبراهيم شو تقولين الزباقنش أبلي شاعم تفضلي أم إبراهيم أم إبراهيم شو تحبين تقولين الزباقنش والجوارينش على مودي يرجعوني زوروش أقولهم متمنع أن يجيني زوروني وخيط لهم وشعرهم مناسبة قولينهم صارت عندي مكينة جديدة مو مثل القديمة التي تنتل مكينة جديدة تنتل ونصرحة تنترجع لقمال ساعة تبتديني رجعها مردى أخيط ها نعم بس أصلاح خلبيهم كل من يجي خلبي يلا إن شاء الله يا ربي كثرون زباقنش وإن شاء الله يرجعون من جديد عليك ودائما يكون إن شاء الله يا ربيكم مشروع خير وبركة عليك وعلى أولادك أنا أشكر أم مبراهيم وأقول لجوارينها وما عارفها نرجعوا زوروها مكينتها صارت مكينة جديدة ما تنتل تقدر تشتغل هسا عليها وما ترجع لكم قطاعكم زوروها هي في الموصل في منطقة الباب الجديد أنتقل للحالة الثانية هي حالة أم أحمد أيضا من الموصل في شارع بغداد أم أحمد تسكن في دكان زوجها وابنها استشهدوا من سنة 2007 ترى تربي ثلاثة أيتام عايشة في هذا الدكان الصغير لكن بعد هذا يعني هي انتقلت إلى شقة أفضل من هذا الدكان هي مريضة بالسكر وتحاول أنها تكسب العيش حتى توفر العلاج إلها وتوفر احتياجات أطفالها لثلاثة خلينا نتابع تقرير زميلنا جمال رمضان كريمي عزيزينا المشاهدين نحن الآن في نهاية شارع بغداد في مدينة الموصل الكل يعرف هالي مدينة الموصل ما شاهده وهذا الشارع في الأعوام السابقة من عمليات مسلحة أغلب المحلات تجروها أصحابه ولحد الآن لم يعودوا رغم استقرار الوضاع في هذه المنطقة أم أحمد وجدت ظالتها بهالدكان اللي تركها صاحبها بدت تعوي عائلتها الأيتام شون شون محمد؟ ألو مرحبا شون صحتي الحمد لله شون موريج والله على الله أم أحمد للي ما يعرفه شريد تعرفيه بنفسك وشنو هي قصتك وشنو معاناتك وليش سكنت بهاي الدكان والله أنا زوجي شهيد وابني شهيد وما عندي غير بس الله ويتامة عندي طفلين وعندي بنت وقاعدة بهالدكان والرزق على الله هاي صال لي أنا سبع سنوات عندي يتامة ومريضة بالسكر وما عندي فلوس أشترع إليه السكر وحالي تابع حسنا بس عليك مش خلينا حسنا ما ضايفينا بالدكانش ويا خلينا فوتنا قاعدة مكانش ياما خلينا فوت والله أنا المواطنة محمد زوجي استشهد يعني بالألفين وسبعة ابني شتهم استشهد بالألفين وسبعة وحالي تعبان واجهت سكنت أنا وطفلين وبنت عندي بدكان والعالم نوبة تجيب لي نوبة تترحم علي نوبة يعني ناس يطوني يجيبوا لي مثال خمسة عشرة ومدود اشتغلت عاملة هم ماتي فترة وطلعت واني وجعانا وعندي سكري وظروفي تعبانا يعني العبرمال السكر صارت علي بخمسة عش واني ما أقدر اشتريها حيلي تعبان حيلي اشتغلت خياطة بس الظروف ما سمحك لي الراتب قليل ما يكفي ولادي وإحنا مهجرين يعني أنا وطفلين وقاعدين بدكان وما نعرف كل شوية يعني ظروف الدنيا أشيان الصير ما أعرف ونايمة نوبة نام بالشارع نوبة قعد بالدكان نوبة صعد فوق ما أعرف إش أسوي بحياتي تعبانا حيلي يعني إذا الشرقية وفرت لك مشروع مثلا أشتغل ليش ما أشتغل شنو هي الشغلة المحببة خياطة أقدر أشتغل خياطة بالصالون أقدر أشتغلها خياط كل شي زود شون تجمعي لش معامل زباية والله على الله غير الرزق على الله ما حدنا غير الله بلا صال الأربع سنين هنا شون راح وين زين وين مكان إذا نقدر نهيئ لش مكان مثلا فوق عندي شغطي فوق هذا تركتي لها اي فوق شون راح نشوفتش الجبنالش ان شاء الله تفرحين بيه ان شاء الله أم أحمد راح نشرك مشروع خيري عادته الشرقية تعالي ويايا ان شاء الله بس نتمنى أن تنجحين وتعلينا تفارش من ويلاتك ان شاء الله تعالي نزل إذا شوف يلا تعالي استلمي هذا المشروع يسر الله عليكم هاي القماش أيضا كل الأقمشة انواع الأقمشة الله يسر عليكم ان شاء الله سمعين أهل هو لا شيء ما أعرف وجعانا عندي سكري ان شوفي تعالي شوفي دا شوفي هاي مكينة براثر صناعية هاي براثر صناعية هاي أقمشة كشمير أقمشة كدري أقمشة ولادي الويلاتش تفصلين ان شاء الله أول شيء أنت الغراضج كلها تبدليها ان شاء الله واش أخلي ان شوفي شعندي شوفي يعني أقماش ما أقماش تحتاجين تستخدمين منه ان شاء الله والباقي رح يجيش ناس يجوز ان شاء الله واش تعرفين بنفسي جقولي تعالوا أنا محمد خيطوا عندي بفلاء مكان بلسهر الله بجي مع الناس قلينهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل طيب يندلي يجي علي يساعدني لله لأنني عندي يتامة أريد أخيط وأريد أشتغل بالنسبة دعايش يتامة عندي أي شارع بغداد الشرقية خصصت لك من الأول من رمضان راتب لمدة ثلاثة أشهر كل شهر ميتين وخمسين ألف دينار ربع مليون عراقي ان شاء الله يستر الله عليك يا ابا ويحميكم الله وكل طيب ويخليكم الله ويحميكم من كل مكروه بالشارع فرحان ان شاء الله ان شاء الله واشكر سعد البزاز ويستر الله عليه اللي يساعدني وجاب لي رزق الولاد اليتامة وأنا ما عندي غير الله وهم ما عندي كل أحد هنا بالموصل اشتركوا في القناة ويانا أم أحمد أقولها رمضان كريم ومحمد ومحمد هل أبيت أم أحمد رمضان كريم ويحميكم الله ويحميكم الله ويحميكم الله تسلمين أم أحمد ان شاء الله رمضان الخير والبركة عليكم على أولادت اللي يستر عليك يوم ويخليك الله ويستر عليك يستر عليك عد البزاز آمين أم أحمد بشريني شلون مشروعك وهم جاعد أخيط الجيراني والبنتي خيط الدشاديك وقماط وجيراني هماتي رح أوجي المطينة والقماطي متعاونانوا يا لو ما نسموى عليك عندي سكرة أسعد ما أقدر سلامتكم محهد أنا جيراني مقابيلي نعم إن شاء الله ما تشوفين إلا كل الخير والصحة إن شاء الله يستر الله عليك يوم ويحميك من كل مقروح يستر عليكم وعلى سعاد البزاز اللي جابي يعيشه وعزقه الويلاج اليتامة عندي بنت عمدها قبل الصحة السنة وعندي ويلاج الظهار وزاعدة بدكان وشفته حالي الله يساعدت ويستر عليك يوم إن شاء الله هذا المشروع يقويت وتقدرين توقفين على حيلت ويعني تربيهم أحسن تربيا إن شاء الله يخليه إن شاء الله ويحميك من كل مقروح تسلمين ويستر عليك ويستر عليك على سعاد البزاز الله يستر عليك ويحميه ويخليه من كل مقروح يحميه لتاهم نجل محملي إن شاء الله أم أحمد أم أحمد قوليلي حسنا ما بدأ ما فتنا للشقة بس أنت حاليا ساكنة بالشقة اللي فوق الدكان صح؟ أم أحمد نجل مدد تاني تحولي شواك بشقة وقاعدة يوم نتعش يوم نتغد يوم العالم يجيبون نحان نتعبان حل بسه الحمد لله انتعاك البزاز رحمه رحم يتامل عندي والله جابني ببعض ويقول الله كريم الحمد لله محمد انت تستاهلين كل الخير ويعني انت تستاهلين إحنا نوقف وياتش لأن إحنا صغيرا فقورين بيك يسترى الله عليك عليك وعلى الجماعة البسرطية كلهم وعلى سعد البزاز يأمني الله تسلمينهم أصمم واني ما عندي غير الله ومسعد البزاز عندي واحد منها يقول أبويا سعد البزاز أنا أم راح تسلمين محمد سمور أم أصمم يومي نستمعات يومي نستعر يقول أبويا سعد البزاز تسلمين أم أحمد نحن نتشرف بيك ونتشرف بيك ونتشرف بيك نكون أولادك ونوقف وياتش لأن أنت تستاهلين فعلا أننا نوقف وياتش ووقفة أولاد ووقفة أخوان أم أحمد أم أحمد بعدك ويايا على الخط صح هل تسلمين أنت تسلمين حول المثيل إن أحن نستغر أن نقف فإن أم أحمد تسلمين من المقاعدين الجيران وقفة أخنات سيكون ميانا أيضا مشاريع جديدة فإلى الغد ألتقيكم